السلام عليكم اشخباركم اتمنى تكونوا بخير وفي احسن احوالي يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة اليوم اجد نعود لكم بوحد القصة هي ظاهرة من الظاهر الغامضة اللي كينا في العالم فخليكم معايا من الولدي الفيديو حتى الاخير كانين بزاف دي الناس اللي مسبقش ليوم سمعوا بهذه القصة وكانين الناس اللي ديجا سمعوا بها فمرحبا بالجامع القصة دي النا على التقاقة نورا كيف قلت لكم نورا ماشي قصة جديدة هي قصة غريبة ومنتاشرة من زمان ولكن انا غادي نعطيكم بزاف دي المعلومات والتفاصيل المملة اللي اتعرفات على بعض القصص والمقالات والروايات الاخرى اللي سبق لها واتنشرات اول حاجة التقاقة هي المطربة او المغنية باللهجة الكويتية والتقاقة نورا هي مطربة كويتية من اصول سودانية فقبل ما ندخلوا بتفاصيل غريبة والمرحبة للقصة هاجي نعرفكم عليها اكتر واكتر تقاقة نورا الكويتية هي مغنية شعبية تحمي الجنسية الكويتية والاسم ديالها بالكامل نورا ربيع اسماعيل عالي من مواليد 1950 بالكويت كتتعتبر من اشهر مغنيات الشعبي في دول الخليج نورا كان عدا بزاف ديال المواهب وفتها المانية سنة 2016 حصلت على شهادة العلوم السياسية من جامعة الكويت شبهات الام ديالها صنعة في الحب ديالها للفن كانت نورا في ستينة القرن العشرين ديما كتمشي مع امها الفنانة الشعبية صنعة باش تشارك معها في احياء الاعراز وشاركت كذلك مع الفنانة عود المهنة من بعد انضمت نورا للفرقة ديال الام زايد الشعبية كونات الواليدة ديالها فرقة خاصة وكانت كتشارك مع الام ديالها في احياء الحفالات والاعراز وهي كتقرى في المرحلة التانوية ومن بعد اعتزال صنعة الغناء نورا ما وقفتش الناشاط ديال الفرقة حينت الام ديالها كبرت في السن خدمات نورا بالشهادة ديالها الواحد المدة اللي كتقدر في ربع سنين في وزارة المالية وباش تتمكن نورا من ممارسة الهيواية ديالها بكل اريحية تقاعدات من الخدمة ديالها وهكده ولت نورا اول مطريبة بالهيواية ماشي كمصدر رزق فالحب ديالها لهذا الميدان الفني خلها تبعد على الوظيفة ديالها الرسمية كبرت نورا الناشاط ديالها وولت كتخدم حتى في دول خاليج من بعد الشهرة وقالت على العناصر الجداد اللي دخلوا للمهنة ديالتقاقات لسنا داخلات لاننا نعمل في مهنة حرة والبقاء لصاحبة الموهبة انا شخصيا جاتني هاد المقولة في محلها وكتنطابق على سائل الازمان ودابا اعجي نقربكم من الصورة ونقول لكم شكون هي ام فاضل صنعة والدة نورا هي التقاقة او الفنانة الشعبية ام فاضل الشهيرة بصنعة هي صاحبة اغنية يا حسين انا عيني سهيرة وهذا الاغنية البداوية اللي غناتها في السبعينات وما زال كتردد حتى اليومنا هذا في المناسبات في دول الخاليج العربي ودارت الفنانة صنعة بزاف من الفنون الشعبية الكويتية منذ الستينات سواء من خلال خدمتها مع الفنانة الشعبية الراحلة عودة المهنة او مع فرقة ام زايد ومن خلال الفرقة الخاصة ديالها اللي ولت معروفة ومشهورة في دول الخاليج هي اول فنانة شعبية طقات اغاني المطرب المقتدر ابو بكر سالم حنت هي من عشاق الاغاني اليمنية وكذلك الاغاني القروية وفنونها بشتى انواعها بالاخص الفن السامري اللي كيأتيه اهل الفنتاس وحاليا اعتازلات الغناء في الاعراز بعدما غنات بجميع الوان الفنون الشعبية الكويتية وعندها تشجيلات عدة في اداعة الكويت وبعض البرامج تليفوزيونية اللي شاركت فيهم لإحياء بزاف دي المناسبات الوطنية ودابا من بعد ما تعرفته على ابرز واهم المعلومات حول الطقاقة نورا جا الوقت اللي نهضر لكم على الجزء المهم والغريب في حياة نورا كانت كتألف وكتلحن اغانيها بنفسها كانت معروفة بنشاطها في الافراح والمناسبات والاجواء اللي كانت كتخلقها رائعة جدا ومبهجة وحكاية الطقاقة نورا في اواخر الثمانينات وفي هدك الوقت ما زال ما متوفراش الاليات الحديثة بحل دابا اللي كل شيء اللي موجود هديك الوقت كانوا كيخدموا فقط للفرق الموسيقية وكانت فرقة طقاقة نورا من ابرز هات الفرق المهم واحد نهار وابدون سبق انذار لغت نورا جميع الحافلات ديالها سواء قريبة او بعيدة المعدة ومن بعد بعدات على الساحة الفنية وعن الأضواء والشهرة كذلك من بعد قصة غريبة ومفزعة وقعت لها وهذا القصة ولت من اشهر القصص والحكايات الشعبية والقصة كتبدأ من بعد ما جت عندها واحد سيدة وطلبت من نورا تحضر العرس ديال بنتها اللي كتبغيها بزاف في البداية نورا رفضت حين جدول المواعد ديالها عامر ولكن بعد الحاح المرأة وافقات نورا وحددوا الساعة العاشرة كموعد لبدء الاحتفال بالعروس المهم علمات نورا الفرقة ديالها بالمواعد ومكان الحفل وجنهار الموعود وفاشو وصلت نورا هي والفرقة ديالها القول ما كان عبارة عن قصر كبير بزاف وفيه بزاف ديال الاضواء والالوان الزاية والطريقة ديالتزين اكتر من رائعة وفي نفس الوقت لقعت الفرقة صعوبة في التحرك من كثرة الزينة اللي ديرها السيدة مولت العرس المهم استقبلاتهم ام العاروس وداتهم لواحد البيت باش يبدلوا فيه حويجهم واحد شوية جت عندهم واحد السيدة غليظة لونها صفر ومخطوف بس تلم عليهم و ترحب بنورا وتبعوها بزاف ديال اللبنات وتاهوما لونهم صفر ومخطوف والبشرة ديالهم حرشة ووحدة من الفرقة ديال نورا خافت وحسات براسها مخنوقة بحلها غدي توقع نورا طلبت منها ما تخافش وطمئناتها حينتهي عندها نفس الشعور والإحساس ولكن ما خصهمش يبينوا خوفهم خرجوا من الغرفة بدات الموسيقى والناس كيشطحوا وفرحانين كتر الحامس وهد الحامس زاد عن حده وخلق قلق وسط الفرقة واحد شوية بعض نصار ورفعو حويجهم على رجليهم والفرقة ديالنورا شافتش حاجة غريبة ما كانش في الحسبان لاحظوا بأن رجلين هدو كنسة عبارة على رجلين ديال حيوانات ومن كترة الخوف بنات الفرقة صوتهم بدك يترحد ولكن نورا تشجعت وشجعت أعضاء الفرقة على الاستمرار في الغيناء حتى يسالي الحفل المهم استمروا حتى وحدة من بنات الفرقة طاحت وما بقاتش عقلة على راسها خذتها نورا البيت آخر وبقات معها حتى استرجعت الوعي ديالها وقالت لها ضروري يكملوا الحفل حتى الأخر ولا يقدر توقع لهم شي حاجة خيبة وقالت لها أصلا ما بقى والو الوقت الفجر وطلبت منها تشجع باش يكملوا الخدمة ديالهم ويخرجوا دون آدة وحاولوا ما يبينوش خوفهم ولا حتى الضعف ديالهم المهم وصلت وقت صلاة الفجر ومعابدة الآدان تفضوا وعمل هدو في المكان المهم الفرقة ديالنورة جمعوا حويجهم وضربوها بجرية وحدة حتى بعدوا بالزيف على هدك القصر المشؤوم وتلاقى مع واحد الراجل وسولهم أش كتديرو هنا في هاد الساعة نورة عودت لي جميع التفاصيل ديال الحفلة الراجل استغرب من الكلام اللي عودت لي وفسالت كلامها قال لي أبل لي هديك البلاصة اللي كانوا فيها راهي مهجورة من سنين ومستحيل شي واحد يدخلت أمك قالت لي وحدة من الفرقة ديال التقاقة أن الدار كبيرة بزيف وفي هالإضاءة كتر ما يتصور والزواق ديال العرس من اللي عودوا رجعوا مع الراجل اللي عين المكان لقوا باللي ما كان حتى ضو والبلاصة كتخوف والحيوط دياله كلها مشققة والأحشاب تقريبا دابلة ما فيهاش الحياة ومن بعد سمعوا باللي هدك المكان المهجور اللي داروا فيه العرس على لسان سكان المحليين باللي كيسمعوا مرة مرة أصوات ما كيعرفوش المصدر ديالها ومن هدك الساعة وبسبب هدك الحادثة المخيفة والليلة المرعبة قرات نورة والفرقة ديالها اعتزال الغناء وعدم إقامة أي نوع من أنواع الحفلات وهكذا كنكونوا سالين القصة ديالنا فيها شوية ديال الرعب فيها شوية ديال استرس كينين شي أشياء لا تصدق ولكن هدشي راكين ومذكورين في القرآن فنتمنى القصة ديالي كانت خفيفة ضريفة على قلوبكم ونتمنى أنها تكون عجباتكم اللي عندو شي إضافة اللي عندو شي معلومات أكتر يفيدنا بهم في التعاليق تبارك الله عليكم تلاقوا في فيديو جديد ما تنسوش جيم بالنسبة لنا شجداد مرحبا بكم في قناتي وكنشكركم بزيف على التفاعل ديالكم على آخر فيديو اللي كتشوفوا في الصورة وكذلك كنشكركم بزيف 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 حيث وصلتوني العشراكة والعقبان إن شاء الله نوصل عشرة المليون صراحة تحجم بحيث على سيدة ربي فشكرا لكم من القلب وتحياتي لكم كاملين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة